ترجمة نانسي قنقر ومائة متحدث وتسلط القمة الضوء على قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وأسيا الوسطى وأفريقيا وتستعرض جملة من الموضوعات التي تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات وإمكانات وفرص القطاع في المملكة العربية السعودية والإقليم وتهدف القمة إلى والتي تعد من أهم الأحداث التي أقيمت في تاريخ قطاع التعدين في السعودية تهدف لخلق تفاهمات وشراكات طويلة الأمد وفقا لتوقعات ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة كما تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في قطاع الثروة المعدنية التي تعد أساس إنشاء صناعة التعدين الحديثة التي تستند إلى التقنيات المتقدمة والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر